السلام عليكم كيدا يرين لبس عليكم كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم بإذن الله غنشارك معاكم حريشة صغار في الفران كيجيوه الشاش رطبين لدد بزاف غير ببيضة واحدة فقط وكتعطينا كمية وفيرة ضروري ما انكم تجربوهم خديت اينا اول حاجة غدا نوضع فيه بيضة واحدة نضيف كذلك ملعقة صغيرة ديل الملحة كأس ديل العنبان ديل سكر حبيبات وكأس ديل العنبان ديل زيت المائدة نخلط هاد المكوينة بالفوي نضيف 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 الفاني وايضا assigned حімضة واحدة صغيرة غدا نضيف القشور ديلتها القشور ديلتها هذك الفوقانيه نضيف نضيف المكوينة بالتلاتة يغورت الفاني وكيس الفاني والقشور الحامض لكي يضعون ماداق جيدا في هذه الحرشة يضعون مكونات ثلاثة يجبون رائعين في الماداق كما شاهدون قشرة الفقانية نضع مكونات ثلاثة نضيف مكونات نضيف مكونات نضيف مكونات ثلاثة نضيف الأمس نضيف الكؤوس السميد الرقيقة كأس الثاني كأس ثالث و الكأس الرابع و الكأس الخامس و الكأس السادس و لنضيف كذلك كأس ديال الدقيق الدقيق الابيض يعني Ursال الكوس ديال العنبان ديال السامد الابيض و كأس العنبان ديال الدقيق الابيض و قال مضيف كذلك الجس такيس ديال الخمرات الحالويات عادي لل16 جرام وده بغا نحاول ندخل هذي السوائل في هاته السميدة والدقيق هنغرب شوية كما يمكن لكم انكم تخدموا يديكم من اللول انا هنا اخواتي ضفت نصف ملعقة دي الخاميرات خاميرات الخبز عفوا اللي دوبتها فربع كأس دي الماء وضفتها نسيتلي مدرتهاش من اللول هنحيد هذي الفوي ونحاول نخدم يدي ما احسن كما كتشوفو الايناء ممتالي نحاول نخدم نخلط غير برؤوس الاصابع ديولي فقط نخلط هذي المكوينة مزيان انتم اخواتي شوفو القوام اللي عليها الحرشة يعني ماشي مطلوقة بالسف وماشي قاسحة اللي بغا نجمعها ونخليها يعني واحد ربوع ساعة حتى دي تشرب ومن بعد عاد نشكلها قوائرات نغطيها ونخليها غير بع ساعة فاقت هنا اخواتي من بعد ما خليتها ربوع ساعة غندوز نقلبها لا يتشكل هذا نحاول نشكل واحد كوائرات ونشوف القوام ديال الحرشة وش هو وادك الى لقيتو الحرشة يعني بقى مطلوقة حاول نزيدو لها يعني شجمع لقديل السميدة كانت الحرشة انها شربات لكم يعني بلا ما اضيفو لها السميدة انا هنا ما اضيفش السميدة لان الحرشة اختيت الطاوة اللي غندير فيها هالحرشة ديالي وكذلك اختيت السميدة وغندل ناخد بالمعلقة على هات الشكل هذا ونشكل العاجين اولا دياله الحرشة بيدي على هات الشكل هذا ومن بعد عاد الرش فوق منه هات السميدة ومن بعد ما غنشكل الكوائرات ديالتي غنضرب عليها واحد شوية ونحطها في الطاوة يعني الطريقة جيد سهلة بالنسبة للقيس يعني ديروا القياس سليتوا ما بغن يمكن لكم انكم تديروهم صغار كبار متوسطا في الحجم يعني كيبقى لكم اختيار هذه الطريقة يعني ضاهرة امامكم طريقة جيد سهلة وجيد واضحة نحطها نستمر أخوتي على هات الشكل يعني احتاج نعمر الطاوة ديالتي كلها نبدل ناخذ بالميل عاقة ونشكل الخالط دياله الحرشة بيدي ومن بعد عاد ندير لي في السميدة ومن بعد ما نتبتها مزيان عاد نضربها بالأكوف ديالي يعني نقرسها واحد شوية بالأكوف ديالي وعد نحطها بالطاوة من بعد أخوتي معمر الطاوة ديالتي دي باشعبت الفران غنديرها بالفران يعني الطيب غير نديرها غير من تحت حيثنا غدا نخدم الفران ديال غاز غنديرها من تحت تتشقق ومن بعد ما تشقق غنطلع عالفوق وغندير طاوة الاخرى اللي غدا نوجد نبدأ الطاوة الثانية اللي غدا نوجدها كذلك بنفس الطريقة كن ناخد ملعقة من الخالط ديال الحرشة ونشكل بيدي ومن بعد ندير لي سميدة نتبت له سميدة مزيان ومن بعد نضغط عليها بالأكوف ديال سميد غنستمر كذلك بنفس الطريقة يعني نحن نعمر الطاوة ومن بعد ندير ها حتى هي فران يعني الطريقة جد واضحة وجد سهلة كنتمنى ملالا لانكم تجربوا الحرشات يعني كيجيوا اقتصاديين وكيعطيونا كيمية وفيرة وكيجيوا رائعين في المعداق الصراحة بمجرد كنديروا الطاوة في الفران كيعطيونا واحد رائحة جد رائعة بالخصوص مني كانديروا فيهم الياغورس ديال الفاني مع كيس ديال الفاني مع قشور ديال الحامض كيعطيونا واحد رائحة جد جد رائعة من بعد مما كملت الطاوة الثانية طليت على الطاوة ديال اللول اللي درتها في فران هنتم كيفما دار أمامكم تشقق هنطلعها الفوق باش تكمل طيابها ومن بعد عاد نهبط ها يعني ضار باش تحمر هنضير الطاوة الثانية باش تشقق ومن بعد ان شاء الله غتشوفوا الشكل النهائي اللي هو هذا اللي ظهر أمامكم اني من بعد مما طابوا وحمرتهم تفار كلها كيجو رائعين كيجو شهو من هم كيجو نمشق ورطبين وحتى في المعداق كيجو هائلين كنتمنى من الله لأنكم تجربوهم وأكيد غاينالوا الإعجاب ديالكم غنشارك معكم هذا الوحدة كيفش كيجو من الداخل الصراحة كيجو روعة روعة تمنى من الله لأنكم تجربوهم وإلى فيديو آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته